أنت دراستك لها علاقة بالمحتوى اللي أنت بتقدمتها أنا خارجة أعلام فأكيد استفدت طبعاً حلوة قوي طيب أنت قلت أنه أنت بدأت مع لايف كوتش بس النهاردة إحنا قادرين نشوفك أن أنت نفسك بقيت موتيفيشن السبيكر يعني الناس بتشوفك على السوشيال ميديا وتأخذ منك الهام كده أن هما يقدروا يعملوا أحسن إزاي قدرتي أنك تعملي ده مع الناس؟ يعني في ناس فعلاً بتبعتلك تقول لك أعمل إيه لو انتصلت أتصرف إزاي؟ قوي كثير عشان ساعات بتبقى الخبرة أو المشكلة اللي تعرضت لها بتبقى زيها زي الدراسة كمان أنا دلوقتي بأدرس كمان جنب اللي أنا شفته في الحياة يعني درست كمان علشان أبقى لايف كوتش بعد كده وده هيفرق كمان معي حتى مع الناس اللي أنا بسألهم اللي بسألوني وأنا برد عليهم كثير قوي ببعتوا لي أن عندهم مشكلة أن هما مش عارفين ينفصلوا أو منفصلين ومش عايزين يطلعوا من البيت أنا في واحدة بعتتلي بقالها سبع سنين متطلقة وقعدة في البيت مش عايزة تخرج عشان هي خايفة من نظرة المجتمع تيموت خيلة الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل فأه بسعيدهم الحمد لله على أقل بكلمة ممكن شجعهم تبنتي يعني حكي لنا كده موقف مثلا أو أغرب موقف غير السبع سنين اللي قعدة في البيت ما بتطلعش منه وأنتي سعيدت حد فعلا أنه ياخد ستاب بره المنظومة اللي هو فكر أنه هتبقى صعبة بالنسبة له أو بالنسبة لها أكتر حاجة بجيلي وأكتر مسجس بجيلي أنهما أنا سعيدتهم أنهما يواجهوا الناس بفكرة أنهما منفصلين وأن دي حاجة ما تعبهمش وأنهما قادرين يواجهوا المجتمع وكده تاني حاجة أنا فيه ستات كتير قوي ودي مشكلة الأساسية اللي أنا شايفاها أنهما بيكونوا مجوزين بينزوا حياتهم بينزوا شغلهم أنا كنت واحدة منهم أنا جاوز 13 سنة مكنش بشتغل خالص وده اللي خلاني لما سبت الجواز وقعت لأنه ما فيش حاجة ما فيش حاجة تانية ليكي ما فيش حياة تانية فاللي بشجاهم عليه دلوقتي أن كل الستة لازم يكون ليها حياتها وهي متجوزة نفاش حاجة أنها تربي أولادها وكويسة مع جوزها بس في نفس الوقت عندها حياتها أو دراستها يعني الإنسان مش عشان يرتبط بحد يسيب حياته لا لازم يبقى لي صحابي لي شغلي لي حياتي عشان لما تخسر حاجة ما تبقاش خسرت كل حاجة يعني إمتى بقى الواحد سيبك من انفصال أو أي حاجة ممكن كل الناس بتمر بظروفها صعبة اشتركوا في القناة